أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الحضارات لا تقوم إلا على الأفراد والدول لا تبنى إلا بالأفراد والكون لم يعمر إلا بأفراده إلا بالإنسان فاهتم الشرع الحنيف ببناء الإنسان اهتم الشرع الحنيف بصقل أخلاقه بتقوية بدنه بتقوية عقله فحجب عنه كل ما يضعف بدنه وحرم عليه كل ما يغيب عقله ما هذا إلا لأن الشريعة تهتم بالأفراد وتهتم بالإنسان جلس سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال لأصحابه تمنوا فقال واحد منهم يا أمير المؤمنين أما أنا فأتمنى بيتا مملوءا ذهبا أنفقه في سبيل الله سمعها سيدنا عمر وسكت وقال آخر أما أنا يا أمير المؤمنين فأتمنى بيتا مملوءا زبرجدا وجواهرة أنفقه في سبيل الله فسكت سيدنا عمر وتمنى آخر وتمنى آخر وأمير المؤمنين ساكت فقالوا له يا أمير المؤمنين تمنينا فتمنى أنت فقال أما أنا فأتمنى بيتا مملوءا برجال أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عن سيدنا عمر هكذا القائد وهكذا الإمام يفكر في صناعة الرجال كيف يبني الأمة وكيف يقيم أركانها وكيف يضع أسسها إذا مهتم بالأفراد سيدنا عمر رضي الله عنه تمنى هؤلاء أو أمثال هؤلاء أبو عبيدة أمين الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه هو من هو مكانة وهو من هو زهدا في الدنيا وعملا يبتغي به وقه الله ورسوله انظر إلى سيدنا أبي عبيدة عندما أرسله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أرسله إلى خالد بن الوليد ليتولى إمرة الجيش مكان خالد ترك خالدا ومعه مرسوم مكتوب من عمر بأنك أمير هذا الجيش ومع ذلك قاتل مع خالد وما أراد أن يتولى في منتصف المعركة إمرة الجيش حتى لا يحدث بلبلة في صفوفهم وبعدما انتهت المعركة أظهر هذا المرسوم إلى خالد بن الوليد فنظر فيه خالد وقال لما تركتني يا أبا عبيدة أي لما لم تأتي لتتولى أمر الجيش سريعا عندما حضرت إلينا فقال سيدنا أبو عبيدة لسيدنا خالد رضي الله تبارك وتعالى عنهما والله يا خالد ما سلطان الدنيا نريد ولا للدنيا نطلب هذه جملة يضعها كل منا أمامه ما سلطان الدنيا نريد وإنما الذي يراده هو وجه الله تبارك وتعالى ولا للدنيا نطلب وإنما نطلب ما عند الله من رضا وعفو ورحمة ومغفرة رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه النفوس التي كان يزن الواحد منهم أمة بمفرده في إحدى المعارك حاصر سيدنا خالد الحيرة واحتاج إلى مدد وكان وقتها خليفة المسلمين هو الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكتب إليه سيدنا خالد أريد مددا فبمن أمده هل أمده بجيش أو عدد كبير من جيش لا أمد سيدنا خالدا بفرض واحد هو القعقاء هو القعقاء بن عمر التميمي وقال له أرسلت لك القعقاء بن عمر هو بألف هو بألف وهو القائل جيش فيه صوت القعقاء بن عمر بألف جيش كان رضي الله تبارك وتعالى عنه قويا لا يهاب الموت محبا لله ورسوله هكذا بني الرجال وهكذا أقام هؤلاء الرجال هذه الأمة لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس كإبل مئة قلما أو لا تكاد تجد فيها راحلة حديث رواه الإمام البخاري هو حديث يقلق الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة أي لا تجد جملا واحدا يصلح لأن يركب وأن تقطع عليه المسافات هذا يبين أن الرجال قليلون وأن تربية الفرض هي أهم شيء لا بد أن تهتم به الدول فالأوطان لا تقام إلا بأفرادها وأفرادها الرجال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته